بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد موضوعنا اليوم نريد تعلم البرانشات ترجمة كلمة برانش يعني المسارات في البداية لازم نعرف أنه لما تنشئ قد داخل مشروعك رح يكون في عندك أول برانش وهو اسمه ماستر البرانش هو عبارة عن مسار انت بتضع داخل الكومنتات الخاصة فيك على سبيل المثال داخل الماستر انت ناشئ كومنت A و كومنت B وأكيد الهت رح تكون واقفة عند الكومنت B خلينا نحكي أنه مشروعنا هو عبارة عن تطبيق موبايل وحب أنت هسا تضيف خاصية الجوجل ماب الخرائط لكن انت أول مرة تتعامل مع هاي الفكرة هي الجوجل ماب فهون هيكون مشكلة كبيرة أنك تكتب كودك عن نفس الكود الشغال يعني كومنت B انت واصل لمرحلة أنه كل مشروعك شغال هسا أنت بدك تجرب تضيف الجوجل ماب بدنا نسوي إحنا هسا إنه بدي أنشئ برانش جديد واسميه location وآخر كومنت عندي إياه في الماستر بأخذ منه نسخة وبحطه جوة location وأكيد الهت رح تنزل على location لأنه هسا عندنا آخر كومنت في location هو البي لكن ها هو البي من وين إجا نسخة من الماستر آخر كومنت في الماستر هتا بتشوية كود وانشأة كومنت جديدة سميتها مثلا C فأكيد الهت رح ينتقل للسي بعدين أنشأت كمان كومنت وسميت هدي فأكيد الهت رح تنتقل لآخر كومنت واسم هدي بعدين اكتشفت أنه كل اللي سويته خطأ يعطي عندك النتيجة خاطئ ما اشتغل معك الجوجل ماب والكود اللي كله كتبته خطأ هل يتأثر للكود الأصلي؟ هتحكي لينا أنت اشتغلت على فرق هتحكي لي بسيطة أنه كل الكود اللي أنا كتبته هنا ما أعطي النتيجة أنا بدي إياها فبرجأ للماستر وهون بحكي لك لك حرية الاختيار يا تحذف البرانش أو تخلي أنا اشرف إن شاء الله في المحاضرات القادمة كيف أنا أحذف البرانش ممكن تخلي البرانش واتمسحه طيب شننسوي هسا؟ بدي أنشأ كمان البرانش بدي أجرب كمان مرة سميت البرانش لوكاشن 2 رح أأخذ نسخة من آخر كومنت عندي وهي البي وأكيد الهيد رح ينزل من الماستر للوكاشن 2 بعدين كتبت شوية كود وأنشأت كومنت C وأكيد الهيد رح ينتقل للكومنت C كتبت شوية كود وأنشأت كومنت D وأكيد رح ينتقل الهيد للD كتبت كمان شوية كود وأنشأت كومنت A وأكيد الهيد رح ينتقل للA حاولت كمان محاولة وكتبت كود ورفعت كمية جديدة اسمها F وقيد الهيد رح تنتقل على ال F و هنا اكتشفت انه انا كود اللي كتبته كله نفذني المهمة بدي اياها والجوجل ما به الخريطة صارت شغالة جوا الموبايل و هنا ساعتها هتحكي لي في عندي مشكلة بسيطة ايش هي انه كود الماستر هو الاساسي البرانش الماستر مش ماخذ التعديلات اللي صارت في اللوكياشن تو و هنا رح نسوي ميرج ايش يعني ميرج شفت الهيد انت رح ترجع للماستر رح توقف عند الكومنت بي ولدو طلعت على السيستب انت رح تلاقي انه في عندك لوكياشن وفي عندك لوكياشن تو اللي رح يصير كذاته وين اخذ كومنت انت عندك اياها في لوكياشن تو اسمها F بدنا نأخذ هاي الكومنت و ندمجها مع الماستر مش انت هون العملية صارت ناجحة والجوجل ما بصار شغال فرح نسحب الكومنت F و ندمجها مع الماستر يعني بدنا نسوي احنا بدنا ندمج لوكياشن تو مع الماستر وهي صار عندك الكومنت F فاكيد الهيد رح ينتقل للكومنت F اللي صار مرة ثانية في اخر خطوة اني انا دمجت لوكياشن تو مع الماستر واكيد هتقول للوكياشن تو اخر نسخة عندي هي الكومنت F فاكيد رح ترفع عند الماستر وينتقل الهيد الى في محاضرة اليوم انا بس فهمت ايش هو البرانش يعني فهمناه ملخص سريع البرانش هو عبارة انه انا عندي عدة افكار ما بدي انافذها كلها في مكان واحد فبسوي عدة برانشات كل برانش هو عبارة عن فكرة اذا الفكرة نتحد بدمج كودهر مع الماستر لانه الماستر هو الاساسي اذا طريقة انشاء برانش تغيير اسم البرانش هذف البرانش وكيف ممكن انا اعمل ميرج يعني دمج بين البرانشات طبعا كله رح يكون مواضعنا في المحاضرات القادمة اتمنى تكون افكارنا كانت واضحة ونشوفكم ان شاء الله بالفيديو القادم ويعطيكم العافية اشتركوا في القناة